تنفيذ لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لزيادة سيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسة في المملكة صرح سعادة المهندس عصام بن عبدالله خالف وزير الأشقال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع تطوير شارع 47 بمنطقة سند وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار السعي لتنفيذ أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال توسعة شبكة الطرق في البحرين بما يرفض البنية التحتية ذات المعايير العالمية التي يتم السعي لتحقيقها مشيرا إلى أن أعمال تطوير الشارع تضمنت توسعة شارع 47 إلى مسارين في كل اتجاه بطول يبلغ حوالي نصف كيلو متر من تقاطع شارع الاستقلال حتى شارع 77 مضيفا بأنه تم أيضا خلال أعمال تطوير الشارع الانتهاء من إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار وتركيب أرصفة جانبية للمشاه وشبكة إنارة الطرق وتوفير العلامات المرورية واللوحات الإرشادية اللازمة ونوهت الوزارة بأن شارع 47 بمنطقة سند يشهد ازدحاما كبيرا حيث يستخدم هذا الشارع حوالي 26 ألف مركبة يوميا في الاتجاهين وبمعدل 2700 مركبة في الساعة في أوقات الذروة وسوف يضاعف المشروع من الطاقة الاستيعابية للطريق ويخفض طوابير الانتظار على شارع 47 بحدود 35% يأتي هذا المشروع تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة ولي الأهد ناب القادة الأعلى ناب الأول رئيس مجلس الوزراء لوضح حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات ونسيابية الحركة على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة حيث انتهت وزارة الأشقال من تنفيذ مشروع تطوير شارع 47 منطقة سند والذي يقع بين محافظتي العاصمة الجنوبية بمجمعين 646 و745 تتضمن أعمال المشروع توسعة شارع 47 إلى مسارين في كل التجاهة بطول حوالي 600 متر من تغاطع شارع الاستغلال حتى شارع 77 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر